موسيقى جلس العزيز يوما في مجلس شرابه فلما أخذت منه الخمر إمام المسلمين، أمير المؤمنين، سلطان المسلمين، خليفة المسلمين، ولي أمر المسلمين، ابن صلاح الدين، ابن أخ العادل لا أعلم بأي حق تسمى دولة إسلامية، بأي حق يسمى السلطان الإسلامي، الدولة الإسلامية، لماذا؟ لتكون الدولة العلمانية، الدولة المدنية، ليس عندنا مشكلة في هذا أما بهذه المغاصفات، كيف تسمى هذه دولة إسلامية وهذا إمام الدولة الإسلامية وأمير المؤمنين في الدولة الإسلامية؟ عجيب، عجيب يا ابن تيمية، هذا هو منهج ابن تيمية، هذه إمامة ابن تيمية فجلس العزيز صاحب مصر، فجلس العزيز يوما في مجلس شرابه، فلما أخذت منه الخمر وجرى على لسانه أنه يعيد البلد إلى الأفضل فنقل ذلك إلى العادل في وقته يقول فحضر المجلس في ساعته والعزيز سكران، هو الذي يقول ابن الأثير يقول والعزيز سكران، أمير المؤمنين سكران هل أنا أقول، هل الشيعة تقول، هل ابن سبأ يقول، هل الرافضة يقولون، هل الإسماعلي يقولون، هل الفاطمية يقولون هل الفرس، هل المجوس، هل الصفويون يقولون، هذا ابن الأثير يقول هذا زميلهم، هذا عالمهم، هذا مؤرخهم، هذا صاحبهم يقول فلما أخذت منه الخمر وجرى على لسانه أنه يعيد البلد إلى الأفضل فنقل ذلك أي إلى أخيه الأفضل فنقل ذلك إلى العادل في وقته فحضر المجلس في ساعته والعزيز سكران هنيئا للتيمية والعزيز سكران فلم يزل به حتى سلم البلد إليه أي إلى العادل الحمد لله رب العالمين على ولاية أهل البيت الحمد لله رب العالمين على ولاية أهل البيت الحمد لله رب العالمين على معرفة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم فحضر المجلس في ساعته والعزيز سكران فلم يزل به حتى سلم البلد إليه أي إلى العادل وخرج منه بأي عنوان أخذ منه وهو سكران إذا كان هو الخليفة وهو السلطان وهو أمير المؤمنين وهو الإمام هل يأخذ منه وهو سكران هل يقبل منه العقد وهو سكران ربما سيد خليل تيمية في درجة السكر التي كان فيها فلم يزل به حتى سلم البلد إليه إلى العادل وخرج منه وعاد إلى مصر وسار الأفضل إلى صرخات